تلقى بالأمس الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال جاه في إطار جهود الوساطة المكثفة اللي بتبذلها الدولتان لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين وتم في هذا الصدد استعراض آخر تطورات الجولة التفاوض اللي بتستضفها القاهرة حاليا وأكد رئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتدليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الصفقة حرص أيضا رئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد على تأكيد أن التوصل للتفاق فوري لوقف إطلاق النار بيكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية اللي بيعيشها أهلين في قطاع غزة أو من أجل إنهاء حالة التصعيد العسكري وتجنيب المنطقة وإلى التوسع نطاق هذا الصراع بما لذلك من تدعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة